رغم توجيه ضربات قوية لحزب الله، إسرائيل مستمرة في تصعيدها العسكري في لبنان، ما يعكس مخططات مستقبلية غامضة، خاصة مع سعي القوات الإسرائيلية لتحقيق اختراق في جبهة الجنوب، فيما يتوالى القصف على القرى والبلدات الحدودية، فتنفيذ عمليات توصف بالدقيقة في بيروت. وأمام هذه الوقاعة أصبح منعوق حرب طويلة الأمد أصعب من أي وقت مضى، رغم تأكيدات رسمية في إسرائيل على أنها ترغب فقط في شن عملية محدودة تستهدف البنية التحتية لحزب الله. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فإن خوض إسرائيل لحروب متعددة سيفرد غبءا ثقيلا عليها، سيصعب تحقيق هدفها بإعادة نحو سبعين ألفا من مواطنها في الشمال إلى منازلهم، بعدما نزحوا منها في ظل التوترات والاشتباكات المتبادلة مع حزب الله. كما أكد خبراء أمن الإسرائيليين أن استراتيجية إسرائيل غير الواضحة للخروج من لبنان تثير المخاوف من أن الجيش الإسرائيلي قد يتورط في حرب استنزاف، مؤكدين أن الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى ترجمة الإنجازات التكتيكية للجيش إلى نجاح سياسي من خلال السعي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي يعيد الأمن إلى شمالي إسرائيل. موسيقى